ألا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهل الطالما الأهل عنده هذا الحرص على مسيرة الرياضية بكل ضوابطها وبكل التزاماتها عشان كده كان هناك كلام كثير فيه الغربال ثقة بلا حدود وحدود الثقة حلو العنوان لكن فيه كلمة بترجم المعنى وتربط ثقة بلا حدود وحدود الثقة كلمة واحدة ثقة بلا غرور هي حدود الثقة يعني لما تثق ولكن بدور الغرور هي دي حدود الثقة إنك لو أنت تجوز إلى مرحلة الغرور ما بقتش ثقة فهو ده المعنى أعتقد اللي كان يقصده الكابتن ما تطمئنش إنك أنت تصق نفسك إنك أنت الأفضل يبقى أي حاجة مقبولة منك أو إن المسألة محسومة قبل أن تلعب يعني فلما تبقى ثقة بلا غرور هتفضل تبذل الجهد المنضبط المتفاني اللي يحميك من المفاجآت أول ما تحس إنك المسألة جاية جاية لا هتلاقي حاجات من النوع اللي ما بيحبون